للخبر اللي حضراتكم أكيد عارفينه إن إحنا فقدنا واحد من أرواع وأهم مخرجينا مبارح الله يرحمه أستاذ علي عبدالخالق 78 سنة أضهم في الدنيا عمل فيهم تقريبا لو أنا متذكر تقريبا 40 فيلم يمكن من أكتر الأفلام اللي حضراتكم هتتذكروها هتتذكروا فيلم العار وأنا من أكتر الأفلام اللي أتذكرها أنا لأنها شكلت جزء كبير جدا من طريق التفكيري أغنية على الممر حقيقي يعني الله يرحمه أستاذ عبدالخالق ويمكن لازم تبقوا عارفين أنه هو تم بالفعل تشيع جثمانه رحمة الله عليه من مسجد السيدة النفيسة ووارى هذا الجثمان الثرى بمقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر الله يرحمه نقابة المهن السينمائية الحقيقة قدمت النعي في وفاة مخرجنا الكبير الأستاذ علي عبدالخالق وقالوا أنه من أهم المخرجين ودي حقيقة طبعا اللي سطروا بأعمالهم صفحات الفن المصري والعربي أعمال أستاذ علي عبدالخالق أكتر من خمسين فيلم يعني حتى اللي أنا كنت أكتر من خمسين أسف عمل ما بين السينما والدراما أنا متذكر نوما كان حوالي 40 أو 41 فيلم لو أنا متذكر أفلام مهمة جدا زي ما بقولكوا كده أغنية على الممر وإعدام ميت العار الكيف شادر السمك جاري الوحوش الإمبراطورة يوم الكرامة خلونا نشوف جزء من لقاء سابق مع الراحل العظيم علي عبدالخالق واستضافوا الراحل الجميل الله يرحمه صديقي عزيزي حبيبي سزواء الإبراشي لقي الناس كلها أقول علي عبدالخالق يعني فيلم العار يستقر في أزهان الناس تعتقد ده لي يعني ربما هو يضغى على طبعا يعني علي عبدالخالق أفلام كثيرة ومتعددة بس شايف فيلم العار قبل ما نرجع تاني لأفلام أكتوبر وخاصة العار كمان بتكلم عن العالم المخدرات وتعتقد عمل هذا النجاح الكبير قوي لي يا أستاذ علي الصدق 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 الشخصيات حقيقية وفي حد أفلام مخدرات عملت كثير قبل كده أبو حديد ومش أبو حديد وإن مرأة وإن مرأة خمسة وبعملهم كأنهم شخصيات كده نزل علينا من كوكب تاني إن أنت عملت عليهم إن عملتهم لحم من لحم ودم يعني بجد بناء قدمين بجد توجر المخدرات دي اللي أنا أنا شفت ناس منهم أخذ بالك شفت ناس منهم محمود أبو زيت الله يرحمه شفت ناس منهم وكان يعني محمود أبو زيت يتقص جدا إزاي إنهم فعلا دي تجارة زي يا تجارة أنا أخليهم يجبلنا مشهد النهاية بتاع الملاحة ده نباتات ربنا خليقها وبتاعها أنا شاف لي يعني الدولة مخالفة نباتات مقتنعة ويطفع دريب للدولة ما يخدش فوائد بنوك حرام دي حرام فوائد البنوك دي ما يلا لا لا ما يتخدش لون أقصد شخصية حقيقية شخصية بجد عندها منطق تماماً للأب والابن النور شير في اللي ورس الأب نفس المنطق عندي والأولاد لما يفجأوا بكده خاصة فجأة خبطت سروة وسروة حرام طب أسيبها وأعيش زي ما مرتبي اللي أنا كنت عايش فيه والشكل الاجتماعي اللي أنا لقد تزيه بما فيهم الضابط شو حسين فاهمي بما فيهم ولده كطور اللي هو محمود عبد العزيز ده كان الأخ اللي عاوز يمشي مع أخواته كده حابب أخواته يعني بس معهم وخلاص يعني يعني ما عندوش أطماع أقصد شخصيتك الحقيقية فيها صدق تصدقها أقصد وائل الله يرحمهم تصدق وتؤمن بإيه أنا لحد اللحظة دي بنسى كتير أنه هو التوفى فعلا مش نظهر حتى وإحنا بنتكلم أنا وزميلي فحادثنا ساعات كتير ننسى أنه هو توفى الله يرحمه الله يرحمه والله يرحم أستاذ علي عبدالخلق لأنه كان فعلا كتب بقى كان مخرج مبدع وفيلم العر كتبه السيناريست الراحل الله يرحمه ورابه أستاذ محمود أبو جيد ويمكن كان من أكتر كتاب السيناريو اللي قريبين لو صح التعبير يعني من لغوة ولاد البلد ولغوة الشوارع حقيقي يعني ترجمة نانسي قنقر